هو ما ينفعش نقضيها مراجعة روايات مترجمة بس؟ والله كله هيتبسط اهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي القناة اللي بتناقش وبترشح اهم واحدث الروايات العربية والاجنبية المترجمة استمرارا للقرار اللي كنت اخدته في اول السنة بحاول ان نزود من عدد مراجعات الروايات الاجنبية والحقيقة ان الواحد بيلاقي فيها تنوى وافكار جديدة ونادرة ما بتخيب ظمني على عكس الروايات العربي اللي فعلا بقيت اعاني مؤخرا علشان الاقي عمل حلو قدمه رواية النهاردة من فنلندا التطهير للكاتبة صوفيا اوكسانين صدرت عام 2008 تم ترجمتها للعربية عن طريق ريم داود دار العربي للنش سنة 2018 فازت بجوايز كتير جدا وتم تحولها لفيلم محلي سنة 2012 اوليدا ترو ارمالا مسنة عيشة الوحدها في منطقة نائية من دولة استونيا بتلاقي في يوم ممطر وهي بتبص من شباك المطبخ فتاة مصابة فاقدة للوعي مبهدلة قدام بيتها بعد صراع داخلي وخفها على حياتها الشخصية بتقرر ان هي تدخلها البيت وتسمع حكايتها وبتبدأ هنا الرواية بالتعرف على السيدتين اوليدا ترو المسنة وزارة بنكتشف ان اوليدا واحدة من اللي نجوا من مقاس الحرب واحتلال السوفيت الاستونية وده من خلال الرجوع بالزمن لستين سنة الوراء علشان نكتشف تاريخ حيلتها ايام ما يطلق عليه التطهير الكبير واللي قام بيستالن ضد مسؤولي الحزب الشيوي والفلاحين وما حصل من اهوال العائلة دي لحد ما بعد الحرب العالمية التانية وتاريخ مقاومتهم وزارة الفتاة المصابة واللي بتتورط في شبكة ضعارة بتقودها المافيا الروسية وما بين تاريخ السيدتين اللي بنرجع له كتير وموجهدهم في بيت واحد وخوف كل واحدة من التانية بتدور احداث الرواية لا تتصنع الغباء يا صغيرتي طوم الفتاة الجميلة التي يتم ارسالها الى البيوت والمساكن لمعينة ما فيها ومعرفة ان كان بها اشياء ثمينة عادة يجعلونهن يستلقين في منتصف الطريق ليبدون كمصابات او جريحات حتى يجبرن السيارات على التوقف وبعدها طوم تختفي السيارة عن اعين اصحابها في لمح البصر التطهير من الروايات المركبة واللي بتحمل كذا جانب اولهم واللي بدأت بيه الكاتبة هو جانب التشويق من خلال خوف قلد المسنة من الفتاة الغريبة اللي اقتحمت عليها حياتها الهاتية فتتخيل اننا ماشيين في سكة رواية جريمة وغموط لكننا بنرجع للزمن سنة الوراء علشان نعرف قصة زارة الفتاة المصابة فنكتشف اننا قدام قصة اجتماعية من الدرجة الاولى وعائلة ظروفها صعبة تحت الاحتلال السوفيتي وبنرجع لوراء اكتر استونيا الاشتراكية السوفيتية في الاربعينات والخمسينات علشان يدخل معانا جانب سياسي كبير يعرفنا تاريخ صراع ونضال المنطقة دي من العالم غير اللي شافته بطلتين الرواية نفسهم من استغلال جنسي نادج عن الصراع العسكري او الاتجار الحقيقة ان الرواية قدرت تقدم كل ده جرعت مشاعر وقصص انسانية مزهلة تتداخل فيها السياسة والمضال والقمع والمافيا وعصابات الضعارة لكن الكاتبة ازاي قدرت تجمع كل الخيوط دي مع بعض وفي المدى الزمني الطويل ده الفضل اكبر يرجع لتأسيم الرواية الاجزاء وعنوانة الفصول وخلينا نوضح الجزء الاول من الرواية بيدور في الزمن الحالي لما اوليدا لقيت البنت قدام بيتها الاحداث بتدور سنة 92 في اسطونيا وبنرجع زي ما قلنا سنة الوراء علشان نعرف قصة الزارة في مدينتها تحت الاحتلال السوفيتي الجزء الثاني كله بيدور في زمن بعيد بداية من التلاتينات لحد اواخر الخمسينات بنشوف تاريخ عائلة اوليدا والشخصيات اللي كانت حواليها الفترة دي الجزء الثالث منوع ما بين حاضر التسعينات والماضي وهكذا كل فصل من الفصول القصيرة بيوضح السنة والمكان اللي بندور فيه الاحداث ومعنوان فالتنظيم الشديد ده رغم التنقل مستمر بيساعدك انك تركز وتربط الدنيا بعضها غير السيدتين ما فيه الشخصيات رئيسية كتير ابرزهم هانس بيك الفلاح الاستوني المناضل واللي بنقرأ مذكراته في اول كل جزء من الرواية يمكن عدم المامك بتاريخ المنطقة دي من العالم هيسبب لك بعض الارتباك في البداية لكن ومع الفصل التاني واللي بيوضح لك نقط كتير من تاريخ الصراع هتبدأ الدنيا تنور ثانيا الرواية وعلى الرغم من الفصول القصيرة المتتابعة هتحسها تقيلة شوية كانت ممكن تتحكي في عدد اقل من الصفحات لكن هنا الكاتبة مخلصة جدا للحكي والشرح فعايزة نفس طويل ربعمية صفحة هي الترجمة هنا ممتازة ومناسبة جدا ما واجهتش معاها اي مشكلة على الاطلاق التطهير رواية انسانية دسمة وهتكاد تكون ملحمية كانت حريصة جدا على مستوى دقيق من التفاصيل لكن باسلوب عرض وحكي مبتكر ومنظم من الترشحات القوية لأي حد عايز يقرأ ادم مترجم مختلف من فنلندا برضو كنا راجعنا رواية قبل كده باسم المجاعة البيضاء ارشحها لكم جدا تقدروا تشوفوا المراجعة بتاعتها من هنا بكده نكون خلصنا استنوني الحلقة الجاية سلام